ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة على المستوى العربي في حجم تدفقات لاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بنحو 5.4 مليار دولار لتستحوذ بذلك على 16.4% من إجمالية التدفقات الاستثمارية في المنطقة العربية خلال عام 2021 وفي رسم معلوماتي نشره مركز المعلومات أشرار مركز إلى أنه تم تنفيذ 58 مشروعا أجنبيا في مصر خلال عام 2021 بواسطة 50 شركة أجنبية وفرت 9000 وظيفة جديدة ولفت المركز إلى أن مدينة القاهرة جاءت في المرتبة الخامسة من حيث أهم المدن المستقبلية للمشروعات بنحو 25 مشروعا